تحت رعاية صاحب السمو الملكي استمرت ليومين حيث بدأ نادي البحرين للغولف الاستعداد لهذه البطولة مبكرا بهدف ظهور البطولة بالمستوى الذي يناسبها من حيث التنظيم الإداري والمستوى الفني ونجاحها والمساهمة في خلق أفضل الأجواء التنفسية للمشاركين مما يساعدهم على حصولهم على أفضل النتائج الإيجابية وارتفاع المستوى الفني لديهم وأقيم حفل توزيع الجوائز في مقر نادي البحرين للغولف في الحنينية بحضور سعادة الفريق الركن دياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الأركان نايب رئيس النادي وفي بداية الحفل ألقى كلمة قال فيها باسم معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس نادي البحرين للغولف وباسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع أعضاء النادي أتقدم بشكر الجزي للأسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء على رعاية البطولة الأقوى في هذا الموسم من حيث عدد المشاركين وقوة المنافسة كما شكر إدارة شؤون الأندية ومشاركتها في توزيع جوائز البطولة ومجلس الإدارة وأعضاء النادي على المجهود الرائع في تجهيز الملعب والتنظيم ومشاركة اللاعبين في هذه البطولة مهنئا الفائزين ومتمنيا حظا أوفر لبقية زملائهم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة